السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي تطبيق جديد رسمي من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي اسمه تطبيق تباعد كوفيد 19 السعودية طبعا كلنا شفنا في آخر تحديث لأجهزة الآيفون أو التحديث اللي قبل الأخيرة 13.5 نزول ميزة جديدة وهو التعاون الجديد بين شركة أبل وشركة جوجل إنه بيتم تنبيهك عن طريق البلوتوث بأنك خلطت أو قابلت أي مصاب بفيروس كورونا طبعا هذا التنبيه بيجيك عن طريق تطبيق نزل التطبيق في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي وبشكل مجاني بالكامل لأجهزة الآيفون الآن وإن شاء الله يعني خلال يوم بالكثير حيكون لأجهزة الأندرويد أيضا متاح ورابط تحميل بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو من الموقع الرسمي طيب إيه الشروط التطبيق؟ إنه لازم يكون جهازك الآيفون محدث لإصدار 13.5 وأحدث ما ينزل على إصدار قبل هذا الإصدار لأنه الميزة ببساطة ما فعلتها قبل غير بتحديث 13.5 وأحدث كذلك الجهاز لا يعمل على أي جهاز آيفون عليه جيل بريك أو أي جهاز أندرويد عليه رون التطبيق يدعم اللغة العربية ويدعم اللغة الإنجليزية التطبيق يعمل عن طريق البلوتوث فلازم إنك تكون مشغل البلوتوث داخل جهازك الجوال التطبيق أيضا لا يتطلب الوصول إلى موقعك الجغرافي التطبيق كذلك لا يعتمد لا على أبشير ولا على هويتك ولا على أي من هذه المعلومات أول ما بتفتح التطبيق بيجيك بهذا الشكل حتى تضغط على التالي هنا بيقول لك فكرة عمل التطبيق إذا كنت خلط أي مصاب بفيروس كورونا التطبيق هنا وظيفته إنه بينبهك مباشرة طبعا هذه تعتمد على أشياء كثير لازم الكل يكون مستخدم هذا التطبيق وطبعا التطبيق مرتبط بوزارة الصحة وهنا التطبيق بيقول لك بالنسبة للخصوصية فما في أي إفصاح عن الهوية أو حتى على موقعك الجغرافية حتضغط على إبدأ وتجي للصفحة الأولى الإصابات هنا تعرف إنه التطبيق عندك مو شغال دام كاتب لك غير نشط كل اللي عليك تسويه إنك تضغط على قم بتفعيل خاصية تنبيه المخالطين الكوفيد ناينتين هنا بيقول لك فعل البلوتوث بنضغط التالي وهنا بيقول لك فعل الإشعارات أيضا بنعطيه السماح الآن بتعطيه إنابل أو السماح أو فتح الآن هذه الخاصة بالإشعارات أيضا بتعطيه السماح والآن أصبح التطبيق نشط خلينا الآن أعطيك فكرة بسيطة جدا عن طريقة عمل التطبيق أنا الآن نزلت من البيت خلط واحد مع إصابة فيروس كورونا أو مشتبه فيه وهو محمل عنده نفس التطبيق وطبعا على علم أو دراية وزارة الصحة بهذا الشخص يعني بياناته مخزنة عندهم مباشرة بمجرد إني أقرب منه هيعطيني التطبيق تنبيه طيب في حالة تعطيني تنبيه مباشرة حتطلع لي اللي هي الاستمارة اللي أعبيها عشان تتواصل معي وزارة الصحة وتعطيني التعليمات اللازمة طيب إيش الهدف أيضا من هذا التطبيق هو للحد من انتشار فيروس كورونا من الاختلاط مع الناس اللي ما ندري هم مصابين أو مشتبه فيهم لو اتجهنا إلى الخانة الثانية أبلغ الآخرين هنا لو سويت تشخيص اللي هو شارك تشخيص إصابتك هذا لو سبق لك إنك تم تشخيص إصابتك هل أنت مصاب بفيروس كورونا أو مشتبه فيه فكل عليك تسويه إنك بتشارك بياناتك وطبعا بيكون فيه تحديث خلال كل 14 يوم ولو اتجهنا إلى الخانة الأخيرة الإعدادات حتحصل عندك إحصائيات وزارة الصحة الكوفيد 19 فيها إحصائيات وزارة الصحة بشكل يومي تتحدث الصفحة هنا عندك حيكون بشكل يومي هذه الأعداد وهنا بشكل اللي هو تراكمي يعني الكل أيضا عندك بنت اللي هو الوقاية من كوفيد 19 لو دخلت عليه هتحصل صفحة فيها جميع الإرشادات الوقائية من الفيروس وكل المعلومات اللي تحتاجها أيضا عن الفيروس وتقدر تحملها كملف بي دي اف أيضا على جهازك فلو أنت حابب تحتفظ فيها مثلا ممكن تضغط على علامة السفاري عشان تفتح هذه الصفحة في متصفح سفاري عندك على الجهاز وبعدها بتضغط على السهم اللي من هنا لاحظ معاي تقريبا 198 صفحة وبعدها بتحطها مثلا عندك في الكتب ممكن تحصلها في المزيد وبعدها بتسوي تعديل وبعدها تنزل إلى ما تحصل عندك اللي هو خيار الكتب تسوي له علامة الزائد بعدين تم وبعدها بتقوله copy to book أو النسخ إلى الكتب والآن أصبح عندي اللي هو الكتاب الخاص بالكوفيد 19 أو فيروس كورونا لو ضغط عليه هتلاقي عندك في اللي هو تطبيق الكتب تقدر تتصفحوا بدون انترنت بكل سهولة في أي وقت تقدر أيضا تشوف باقي المعلومات والتفاصيل لو دخلت على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية هتحصل كافة المعلومات أيضا هذه الصفحة من الموقع الرسمي ولو ضغط على الشرطات اللي هنا هتحصل مميزات التطبيق الأسئلة الشائعة ركز على الأسئلة الشائعة هتحصل جميع الأسئلة اللي ممكن تدور بذهنك أسئلة جدا كثير وأجوبة واضحة جدا وهنا بتحصل عندك الرقم المجاني كذلك البريد الإلكتروني المخصص وكذلك حسابهم بتويتر وصلت معكم لنهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية وإن شاء الله هذه الجائحة إلى زوال بإذن الله قريب